موسيقى أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء بداية خاص الرئيس الجزائري عبد المجي تبون وزير الخارجية التركي مرود جاو شغلو بمقابلة رسمية حسب ما أورده بيان للرئاسة الجزائرية ويؤدي وزير الخارجية تركي مرود جاو شغلو زيارة عمل إلى الجزائر ترأس فيها بمعاية وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامر أشغال الدورة الأولى للجنة التخطيط المشتركة هذا وأعلن وزير الخارجية التركي مرود جاو شغلو عن استهداف أنقرة رفع قيمة استثماراتها في الجزائر إلى عشرة ملاير دولار أولو وخلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الجزائرية رفقة نظيره الجزائري رمطان العمامر في ختام الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة قدر حجم الاستثمارات التركية في الجزائر بأكثر من خمسة ملاير دولار في حين سجلت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين زيادة بثلاثين في المئة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي متوقعا أن تتجاوز خمسة ملاير دولار وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة إلى الشعب عشية إحياء ذكرى مظاهرات الحادي عشر من ديسمبر 1960 وجاء في رسالة الرئيس تبون أن أيام الجزائر الخالدة تعيد إلى الأذهان نضالات الأجيال وكفاح الشعب مضيفا أن مظاهرات الحادي عشر من ديسمبر وسعت تدويل القضية الجزائرية ودفعت بها إلى أروقة الأمم المتحدة حيث كان لتلك الصرخات في وجه الاستعمار الآثم عبر الوطن وقع فاصل في الداخل والخارج عزز المساعي الدبلوماسية والإعلامية للحكومة المؤقتة أنذاك يضيف الرئيس الجزائري في رسالته أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت أمر شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة وذكرت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال أغلقت مداخل بيت أمر ببوابة حديدية ومنعت مرور موكب جنازة مواطنة ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع في الأثناء اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية الأحد أحد عشر فلسطينياً في أنحاء المتفرقة من الضفة الغربية المحتلة أعلن الجيش اللبناني عن اختراق زورق حربي تابعاً للكيان الصهيوني المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس النقورة جنوبي لبنان لمسافة تبلغ نحو 203 أمتار لمدة ساعة وثمان دقائق وفد الجيش في بيان له بأن القوات الأمنية اللبنانية تتابع موضوع الاختراق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وإشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها قوات الاحتلال الصهيوني الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية إذ تقوم بذلك بصفة شبه يومي في انتهاك واضح لقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي ختام الموجز الإخباري للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الالكتروني لقناة الجزائر الدولية ومنصاتنا الرقمي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر